كيف يمكن لهؤلاء أن يتلقفون هذه الرسالة وهم يعلمون قيمة الجسد الاستخباراتي الأمريكي حين يتحرك برأسه بقيادته مجسدة بهاينز يبدو أن هناك تحولات على المستوى الأمن العالمي إنما نتحدث وكما أشرتهم إلى الحرب الروسية لا يمكن أن ننظر إلى السياسة الأمريكية أنها تصير دائما في اتجاه مباشر لتحقيق أهدافها ولكن هذه السياسة هي تدخل ضمن استراتيجية وضمن منظومة متكاملة لضمان أولا رياضة الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى وللتأقلم مع التحولات التي شهدها بالخصوص الإقليم التي شهدها القرى الإفريقية حينما نتحدث عن جانبين أساسيين الجانب الاقتصادي والجانب الأمني هناك التغلغل للصين الشابية في إفريقيا ونلاحظ بأن مجموعة من الحلفاء الحقيقيين للدول الغربية التي كانت بالخصوص فرنسا تتفاعل في مجالاتهم هم الآن أصبحوا تحت رحمة الديون الصينية والروسية صحيح الديون الصينية وأمنيا تحت رحمة النظام الروسي بمعنى أن هذا الوضع لا يمكن بأي حال الولايات المتحدة الأمريكية أن تقبل به إذن نحن أمام إعادة خلق بدائل لتفاعل الولايات المتحدة الأمريكية ولتنفيذ استراتيجيتها بمن كما أشرنا هم جاهزون للتفاعل وهم حلفاء استراتيجيون كذلك ولهم من الثقة ما يكفي لخلق بديل لوجهات كانت في السابق تقوم بأدوار أمنية واقتصادية في هذه المنطقة وما ضعف بعض الحلفاء الاستراتيجيين التقليديين للولايات المتحدة في المنطقة ولهم من المؤسكر الغربي كما نلاحظ إذن نحن أمام تحولات لعل ما كان يعرفوا بشرق الأوسط الجديد وما كان يعرف سابق في نظريات السياسة الخارجية الأمريكية هو الآن يتحول إلى تجاه واضح أولا تجاه أمني واستخباراتي أمام التحولات التي يعرفها الوضع الإقليمي في هذه المنطقة وحينما نلاحظ البيان الذي صدر عند زيارة السيدة رئيسة المجمع الاستخباراتي بالسيد المدير العام للأمن الوطني نلاحظ بأنه لا يتحدث فقط عن تراكم الخبرة المتبادلة والتعاون في هذا المجال وإنما يتحدث عن الوضع الأمني إقليميا ودوليا بمعنى أن للمملكة المغربية منهجية في التعاطي مع القضايا الأمنية وهي منهجية يمكن أن تفيد شركاء أخرين وحلفاء أخرين للولايات المتحدة الأمريكية ويمكن أن يكون هناك تكامل بين المدرسة الأمريكية الرائدة والمعروفة عالميا وبين محققها والمغرب بجهد وبمتابرة وباستراتيجية وبسياسة قوية وتتسير في شكل تصاعد إلى أن وصلت إلى هذا المستوى الذي يمكن أن يعتمد عليه في الاستراتيجيات وفي الخارطة الأمنية على المستوى الدولي ترجمة نانسي قنقر